موسيقى السلام عليكم متاحية طيبا كل محبين قناة كريم كسر إنما كنتم مرحبا بكم معي مجديد في هذا الفيديو نتكلمولا أزمة الزيت اللي كنا في إسبانيا واش فعلا كنا أزمة ديال بالصح ولا غير الناس اللي معرفوش يتصرفوا مع الموقف ونوضحوا هاد نقطة هدي مزيان باش الناس يفهموا الموضوع مزيان ممشوش غالطين الشي اللي عشناه يعني كما كتعرفو تداعية ديال الحرب روسيا على أوكرانيا خلى أنها تكون أزمة ديال الزيت في إسبانيا هنا نوضح لكم هاد النقطة هذي بالضبط باش ناس يفهموا الموضوع مزيان لأن الكبان بأن الناس ما فهموش الموضوع مزيان ومشوه غالطين وبقاوك يتهفتوا على شراء ديال الكمية ديال الزيت بوحد درجة كبيرة وكبيرة بزاف وشكون هي الزيت يعني الزيت رومية أصلا هي مدربة بالسحة مع الأسف شديد في الوقت اللي كنشوفوا أن جميع السوبر مركادوس موجودة فيهم الزيت البلدية ولله الحمد خليكم معنا الاخوان وضحوا هاد نقطة هذين فسروا الناس نواقع في الدنيا والناس يفهموا الموضوع مزيان يعني باش ميبشوش غالطين نطعونا رايكات الاخوان الفيديو وبرتاجوك تعمل فائدة نبدو الموضوع على بركة الله كما كتعرفوا أن من بعد موقعات هذه الأزمة يعني في إسبانيا التهفو دي الناس في جميع السوبر مركادوس كيشريوا الزيت الرومية بكمية كبيرة فبطبيعة الحال البردوي يعني تسالة من السوبرات دابا شنو الإجراء اللي اتخذته جميع السوبر مركادوس هو أن الليميتي دي الكمبرا يعني ما تشريش كتر من خمسة يطر لكل فرد يعني كما كان كيشاف الخبر اللي كتبته البيس مركادونا وماكرو كونسومي اوترو سوبر مركادوس كونينثان اراثيونار لابنتا دي اثيتي دي خلاصو البولو للكنفلكتو إنو كرانيا يعني من بين هاكينا مركادونا وماكرو دي ومجموعة دي السوبر مركادوس حدو الكمية أنك تشري ما تفوتش خمسة دي اللي يطروا لكل شخص من الزيت الرومية اللي واقع فيها مشكل فالإنسان يقدر يشري الزيت ولكن يشري فقط خمسة دي اللي يطروا إخوان والأخوات هاد شي اللي عشناه واللي شفناه واللي وقعت إسبانيا هالتهافت الكبير دي الناس على الزيت بالدرجة الأولى الرومية خلى أن الزيت السالة شنو هالمعنى ديالو واش فعلا الزيت السالة مادش يجي ولا غير حيث الناس من يشرب طريقة هذيك السالة إخوان والأخوات الزيت الرومية يعني المركز المنتيج اللي كيجي من من الأوكرانيا بالدرجة الأولى كي أكد بأن الزيت يعني مازال يعني باخو كونترول كما جاء في المقال يعني مكيش مشكلة بالنسبة للزيت اللي غادت اللي كيشربو الناس الزيت الرومية طبعا السبب الحقيقي والمباسر اللي خلى أنا الزيت الرومية تسالة من السوبر مركادوس هو الخلعات ديالناس وشكل اللي خلى الناس تخلع هو ذك الأوديوهات اللي كيضروف في جروبات ديال واتساب اللي كيضروف تيك توك اللي كيضروف جميع المواقع لتتواصل اجتماعي سوى فيديوهات سوى اللي كتكون الهدف دياله انها تخلع الناس كتر من انها تفيد الناس فالناس تخلعات كتر من القياس وبلاد كتتصرف كتر من القياس هادشي هادا اللي كيوقع خوزته اللي شوفنا دابا ذكرني بالبداية ديالكورونا لحظوا معايا في البداية ديالكورونا منيقل وغاديسدو يعني كل شي فالناس تهفتت على شراء المنتوجات بوحد درجة خطيرة منها كانت طحين منها كانت الليبات منها الزيت منها مجموعة من المواد الاساسية اللي كتستعملها الانسان ويشرو وبقاوكي الماثينارو يعني بزاف ديال البرودويات في الدار اخر لما تفقى شوقع انا قلت لكم في ذاك الوقت هديك يعني وخا تكون قيارة ديال الحرب من فوق راسك راه السوبر ميركادو ما كيستش كيبقى حل يعني اخر قطاع اللي ممكن يتسد او ليتتمحى عن الوجود هو السوبر ميركادو يعني وخا تكون الحرب البرودويات كيكونوا كينين هدي قلتا انا في البداية الكورونا في الوقت الناس كانت كتتتهافز وكتتجري وراء انها تجيب دل الماصين ديال الليبات وديال الطحين وديال الزيت وذلك شي كامل اخر المطاف اشوقع الناس بقات عند البرودويات غير مما كيغملو يعني بلا فايدة الناس كانوا مخلوعين لا اقل ولا اكثر احتاج حاجة ما تسهلت ما تسهلت سباكيتي ما تسهلت طحين مدسلة زيت مدسلة والو يعني كانت واحد تيمبو محدد وبعد يعني الامر بشات عادية وخا كانوا نسدين كل شي كانوا كيخليونا نخرجوه ونصخروه نجيبو الكمبرا ديالنا ولا اقل ولا اكثر ما كانش مشكلة اذا هذا اللي عشنا هدابا ما هالزيت هنا في اسبانيا هو اللي نفسه اللي عاشوه الناس طبعا في العالم تقريبا المشكل ديال الاغلاق واللي خلى الناس انحتاف الولايات المتحدة الامريكية كانوا كيتهافتوا على المواد ما كانش داعي ان الناس تهافت بها الدرجة كبيرة بما انه وحد البرودوي اللي هو اصلا الزيت الرومية الاساس دياله رغم ما كاز عام فوق ماشي مهمة بزاف يعني الحمدلله الزيت البلدية ره مازال موجودة في سوبر مارشي في اي سوبر تلقى زيت البلدية وزيت البلدية هي اللي زي ما كان صحو بها ان الاسري استعملها هذي غيزة رومية ديال القليب ما في غير كوليسترون ما فيها اشتاء تشي افادة اصلا الطياب بعدها ما صالحاش ما صالحاش الطياب ريائيا كما قلنا ان المشكل هدا يعني محلول الزيت بقى غدا تجي من اوكرانيا وبقى غدا تكون في البرودويت في المركاتوس وباقي الناس غيشروه يعني العدد محدد وخمس يطره خمس يطره لكل شخص وش الناس غيشروه خمس يطره في النار لا يعني عشان واحد خمس يطره تدوز بها واحد لمدة عاد غدا تمشي تشري خمس يطره واحد اخرى اذا هنا كنفهموا بان الناس لا داعي ذاك التهافت وذاك اللحفة وذاك اللغطاء كاملة باش انه يسري زيت الرمية زيت الرمية غدا تجي وغدا تكون ومازال كاينة وليك اكد الخبر انتم ما غدي تشوفوا معايا اه غنحط لكم هنا واحد لمقطع انا غدي رجع نشوف هنا في المقال عندي اه غدي نشوف المقال عندي وغادي نحط لكم هنا كما قد شوفوا معايا اه خليكم معايا غدي مشي بالضبط غين ما بغيتش نقرأ المقال كامل بغيت نقرأ الكلمة اللي هي مهمة اللي كي قولو اه المترجم للقناة 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 المترجم للقناة